أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرأسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيريس يزور القاهرة يومي الأحد والاثنين للاجتماع مع عدد من المسؤولين للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن كيريس يطلق مع وزير الخارجية سامح شكر اجتماعا افتتاحيا لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمي كوبا 27 ومن المقرر أن يلقي كيريس خطابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل العمل المناخي الدولي